قاسمتهم فرحتي الشاركوني باسمتي يبعد يلهم لما نشتهم عطر ديرو عطر ديرو يروحي ميشتاقة وتحل وتارسي عيوني الحزين بيد شمعة قلب دمعة تواسبي قول تواسبي قيل ما ألقى مثلهم وين ما أمشي لما ضيعتهم ضيعت كل شي ما ألقى مثل ترحيبا وإجلالا وإكراما بحضور الزهراء أبناء الزهراء في المجلس صلوا على محمد وآل محمد لتأجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان ثانية تنبيع على صوتكم نصرة الدين والمذهب مراجعنا العظماء لحفظ مراقد الأنبياء الأوصياء لأهمة الأطار لحفظ بلدكم الثالثة بأعلى منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين حبيب إله العالمين شفيع ذنوب المؤمنين أبناء الزهراء محمد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي أهوى ابن مولاي يا صاحب الصدر المكسوب ويا صاحب النحر المنحوم سيدي يا من دفن على صدره ولده الرضي يا ليتنا نوفق لخدمتكم يا ليتنا نعمل بعملكم يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيم يا ضاعني ليلى المنون تمهلوا من دا للمدينة بعدكم إن ترحلوا ذا المسجد النبوي أصبح خاليا وصلاة جمعته تئن وتعولوا ودياركم باتت تسح دموعها ودياركم باتت تسح دموعها هذه دار الحسين خاليا دار أصحاب الحسين أنصار الحسين خاليا ليلة وضحاها زينب فقدت أخوها قمر العشيرة بليلة وضحاها هاي الجمعة هاي اللم أترى يعود بنا الزمان ونلتقي أم إنه السفر البعيد الأطول يا راحنين أنا رنيا اقتسمرت يا راحنين أنا رنيا اقتسمرت في أرضها أفهل درت ما يحصلوا بقى محن الظلوع حسين إجا وتوسط الحومة وقف بالمعركة مهموم وقف بالمعركة مهموم وقف بالمعركة مهموم وقف بالمعركة مهموم حبيب يا علو يا زهير إهلال مسلم الثاني أعاتبكم شعاتبكم شقولا يقصر لساني لا منكم جفة وهجران ولا هاذ محنهم وين الحر وين بريار وين الحر وين بريار وين الشاكر عابس أنا لامت حرب شايل ودرع من الزرد شالبس وين الحر وين بريار أنت اليوم ناصر الحسين وين الحر وين برير وين الشاي كرعابيس أنا لامت حرب شاي الهام ودرع من الزرد لابس نار الحرب والحر نار وشبد من العطش يا بيس يا بيس قول أبو علي خدامك وشيعتك وشي تريد اشتامر قال أريد الماء 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 أريد الماء والثاية هناك تريد ملزوم كمل من أصحابه وين التجنب قال يخاطب من نخوين بنبو ينهض يا مل قشرت لقشار يا عباس يا جاسم وين بن على الأكبار يا ظنوة عقيليهون يا ظنوة علوجعفار حيهم كنز بطاليب أمنكم لا بعد قوم ضل الحسين وحيدا فريدا ينادي لا من ناصر ينصرنا لا من معين يعيننا جرى على الحسين ما جرى وين مسلم وين عابس يا حبيب ليش عفتون وتخلون قريب ليش أناديكم ولا منكم مجيب جرى ما جرى على الحسين في واقعة كربلا زينب علي السلايام وين الملجأ أبوغا ماكو أخوانا ماكو وين صارت تريد تروع صاحت يوم جيب الدوة وخلينا نداوي أنا بلش العافية من الله تردلي تقلى يوم جيبت الدوة وحسبا لمجروح أثار الولد يا ناس مذبور يوم يا يا والله أثار الولد يا ناس مذبور صاحت يوم يا محسن يا يوم تعالي ونشوف كربلا السهوة بحالي يوم بيتوصف من الزلم خالي يا يوم يوم يا يوم والله بيتوصف من الزلم خالي لا حول ولا قوة إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد يمنقلبي ينقلبون والعاقبة للم اللهم اجعلنا من المتقين قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين طيب المجلس بذكر محمد وآل محمد بي على أصواتكم الله صل على أمد وآل محمد العلاقات القائمة بين بني البشر والحب المتبادل فيما بينهم حقيقة في الواقع ليس حبا حقيقيا لأنه يكون في طريقه إلى الذوبان والقرآن الكريم يؤكد لنا ذلك المعنى يقول هاي العلاقات وهذا الحب المتبادل فيما بين البشر فيما بعضهم هذا حبا في طريقه إلى الذوبان والانحلال يوم يفر المرء من أقرب العلاقات بين بني البشر من أخيه أمه أبيه صاحبته لكل مرء منهم يومئذ كل من يصح ياروح هناك يوم القيامة هاي العلاقات علاقة الأب بأولاده علاقة الأم بأولادها علاقة الولد بأبيه علاقة الولد بأمه الأخ بأخيه الصاحب بصاحبه يوم القيامة الله عز وجل يقول هاي العلاقات كلها تنتهي وكلها تذوب وكلها في طريق الانحلال والذوبان ويؤكد أيضا لنا ذلك المعنى في سورة الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله يوم القيامة الأم تهرب من ولدها والولد يهرب من أمه ومن أبيه والأخ يهرب من أخيه لكن بالله عليكم أسألكم سؤال هذا الذي يهرب من أمه ويهرب من أخيه ويهرب من زوجته ويهرب من أولاده يوم القيامة هل يستطيع أن يهرب من الله عز وجل؟ أكيدا لا يهرب إلى الله لا من الله لأن الحب الحقيقي إنما يتجلى في حب الله لعباده الله يحبنا الله يقدرنا الله هو خلقنا لأنه يحبنا خلقنا لأنه يكرمنا ما خلقنا للعذاب والفناء والعدم والنار التفتوا للأسف البعض الشديد اليوم البعض شديد الأسف إنه يوم يصور الله يصوره كأنه إرهابي يتربص بالناس متى ما ماته يعذبه يصور لنا القبر أفاع وعقارب وإلى آخره يصور لنا الصراط أحد من الشعرة والسيف يضيق رحمة الله علينا بينما الله عز وجل رحمته ماذا أمير المؤمنين ليلة الجمعة يكلم الله في دعائكم وأول صفة يخاطب بها الله عز وجل يقول اللهم إني أسألك بماذا برحمتك التي وسع الله عز وجل وصف نفسه بالرحمة ونعم الرب ربنا ونعم الرحمن ربنا من حبه لنا إذا أخطأنا لا يغفر لنا الذنوب فقط بل يحول السيئات إلى ماذا ومن حبه لنا جعل السيئة بواحدة والحسنة حقيقة يحبنا وأخذ يعاملنا معاملة خاصة أمير المؤمنين ليلة الجمعة يكلم الله في دعائكم يقول يا رب يا سريع يا سريع الرضا لأنه يحبنا صار سريع الرضا علينا بسرعة يتوب علينا بسرعة يسامحنا ما يأجل القضية يوم يومين لا لا ممثل بعض البشر أحد الحكماء يقول الثقة كالسلحفات شايفين هذا السلحفات أكو على ظهرها مثل الكاسة إذا انقلبت على ظهرها تحتاج إلى مدة طويلة يلا تعاود الإنقلاب البعض اليوم إذا يفقد الثقة بشيخ عبد الرحمن قد يكون سنتين ما يصلي ورابع أربع سنوات ما يبري ذمه عشر سنوات ما يموت ما يبري ذمه هذا بينك ما بين البشر لكن بينك ما بين الله ماكو كالسلحفات لو كان الإنسان أذنب المذنبين ولو كان الإنسان مكذب مليار كذبة وفاعل ما فاعل من الموبقات ومن المعاصي ومن الذنوب بمجرد يفتح قلبه ومن كل قلبه يقول يا الله الله عز وجل يفتح لك أبواب السماوات ولا ما عنده مشكلة عبدي رجاعي أهلا وسهلا يوم من الأيام في زمن أنبياء بني إسرائيل عابد زاهد شاب خمسة وعشرين سنة بالله عليكم التفتوا بقلوبكم للكرام عمر خمسة وعشرين سنة غره الشيطان حتى انحرف عن جادة الطريق صار يعص الله صار يذنب حتى وصل به الحال ما مر عليه يوم من الأيام إلا ويصنع الكبار من الذنوب يعني يومية قتل يومية زناء يومية خمر يومية مبقى يومية مكسرة أخذ عمر طويل عمر سنوات طويلة صار يطالع وجه بالمرأة وقد تسارع الشيب إلى لحيته الله قال أنا وين رأيي معقولة ناسي نفسي ناسي ربي هالأيام هالسنوات اللي راحة أنا وين العمر يكمل والآمال تنخمد وأنت يسري خيالك سهرة الأمل فبينما يبنى آدم كلام أمير المؤمنين فبينما يبنى آدم كلام أمير المؤمنين وأنت يسري خيالك سهرة الأمل فبينما يبنى آدم كلام أمير المؤمنين فبينما يبنى آدم كلام أمير المؤمنين فبينما يبنى آدم كلام أمير المؤمنين قال أنا معقولة هالسنوات ناسي ربي وناسي نفسي مضيع روحي صار يأنف ضميرة صار يعود إلى لكن الشيطان أخذ يوسوس له يريد يقول لن تحجه عمرك ستين سنة ورجليك بتعبيرنا بالقبر يا رحمة شملك بعد يا توبة نفعك هل تشم يوم اللي راح تعيشين في هذه الدنيا خلصين معاصي ذنوب لغو لعب لكن هذا الرجل انقطع انقطاعا تاما مع ربه وسيده وصار يكلم الله بجوارحه وجوانحه وأنا أوصيكم وصية يوم السمعون إنسان يتكلم بكلمات فيهن لله رضا وللناس صلاح مو إلا خطيب أي إنسان يتكلم معك أوصيكم بإطلاق سراح قلوبكم هذا قلبك لا تخلي متعلق بشيء ثانوي لأن ربما أنت قاعد مثل هذا المجلس ترحيبا بسماحة السيد صل على محمد وآله بي على أسود أوصيكم بإطلاق سراح قلوبكم هل قعدوا هل جمعوا خل لما لربما الإنسان قاعد يسمع أحجايا ويتأوه يقول آه تعرف هاي إله يشحظه ما عدى الله الله عز وجل يوم القيامة يجيبون إنسان عمر سبعين سنة معاصي ذنوب بالله عليكم هذا جنة له نار أنا أقول نار لكن عدى الله غير شيء الله عز وجل يفاجئ الخلاق يقولهم دخلوا دخلوا جنة يا رب ما عند عمل يقولهم هذا يوم من الأيام جلس مجلس وتأوه لذكري قال آه آه الله مستعد أن يتناسى جميع المعاصي والذنوب لكن هاي الآه ما يتناسى ويرتب رب لحظة تفكر خير من عباد السبعين هذا مو كلام كلام الله فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم إلى ماذا سبعين سنة سيئات حولوا سبعين سنة ماذا هذا الرجل أخذي طالع وجهة بالمراية وقد تسارع الشيب إلى لحيته الشيطان يوسوس له لكن ما سمع الكلام أخذ يكلم الله بجوارحه وجوانحه وانت الآن هم خاطب الله بجوارحك وجوانحك أخذ يكلم الله يا رب أنا عبدك فلان انت اللي خلقتني وانت اللي ربيتني وانت اللي كب ما عند غيرك يا إلهي أنا الجاهل الذي علمت وأنا الصغير الذي ربيت وأنا الضعيف الذي قويت وأنا القليل الذي كثرت إلهي وأنا الذليل الذي نصرت أنا المستضعف الذي عززت أنا الجائع الذي أشبعت أنا العطشان الذي أرويت إلهي أنا الضال الذي هديت أكو واحد ينكر هذه القضية بالله عليكم إلهي أنا الذي على سيده اشترى أنا صاحب الدواهي العظمى أنا أنا إلى أن إمامنا الصادق يقول خلق الله صوتاً في أذن ذلك الرجل اسمعوه يا عبدنا يا فلان ذكرتنا فذكرناك يوم اللي ذكرتنا إحنا ذكرناك عصيتنا فأمهل لا قتلناك لا حرمنا عنك الماء والهواء والرزق لا لعله يوم من الأيام تعود إلينا واليوم رجعت إنه ما عدنا مشكلة وإياك يا ناس الله يحبنا الله يقدرنا الله يعظمنا ما خلقنا للعذاب والفناء خلقنا للراحة خلقنا للنعيم خلقنا للبقاء لكن في أي دار في دار النعيم والراحة والبقاء في دار الآخر دار المقر وجعل الدنيا دار زاد ودار تقوى وأخذ يوصينا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى علماؤنا يقفون عند آية من آيات الله الله في القرآن ويبدو اندهاشهم ذهولهم استغرابهم يقولون معقول الله عز وجل لهذه الدرجة يحبنا لهذه الدرجة يقدرنا لهذه الدرجة يعظمنا بحيث الله في هذه الآية يغازل المذنبين الله الله اخبار يغازل العصات يغازل المتمردين قل يا عبادي الذين أسرفوا قال يا عبادي نسب العصات والمتمردين لنفسه قل يا عبادي الذين الله ما قال يلي ظلمت يلي قتلت يلي سلبت يلي سويت ما سويت ما يريد يجرح مشاعرنا يدغدغ مشاعرنا قال أسرفوا يعني اللي رحت زائد شوية لا تقنع لا السمعون كلام الشيطان يا ناس ترى باب مفتوح باب مفتوح رحمته سبقت غضبه 114 سورة في القرآن الكريم 113 سورة الله يأمرنا أن نبدأ بماذا ببسم الله الرحمن وسورة واحدة بالبراءة والعذاب والعقاب كأنه يريد أن يقول لنا نسبة عذابي من رحمتها الواحد من 114 من 113 أمير المؤمنين عليه السلام يقف عند هذه الآية إن الله يغفر الذنوب يقول هذه الآية بعد ماك أوسع مضمون في كل القرآن الكريم من هذه الآية بحيث الله يؤكد إن الله يغفر الذنوب وللتأكيد أيضا قال جميعا الله يحبنا حقيقة الله يقدرنا يعظمنا ما خلقنا للفناء ما خلقنا للعدام خلقنا للراحة خلقنا للسلام خلقنا للنعيم وأخذ يعاملنا معاملة خاصة التفتوا يرحمكم الله الله عز وجل أساسا ماذا أراد منا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ارحموا من في الأرض ماذا يرحمكم من في السماء يا من تترجى رحمة البارئ اهواي ناس يترجى رحمة الله وأخوه ما يرحمها اهواي ناس يترجى رحمة الله وأم ما رحمها اهواي ناس يترجى رحمة الله وابن ما رحمها زوجت ما يرحمها ارحموا من في الأرض يرحمكم قضية معطاة قضية مبادلة لئن شكرتم لماذا تعطي يعطوك ما تعطي ما يعطوك الله عز وجل وأقسم صادقا يوم القيامة كل حق بينك وبينك ممكن يطيحك لكن هاي الرحمة وهذا التعامل وهذا احنا ما نقدر نقول يا باليهود كلهم بالنار لا ما نقدر نقول الغرب كلهم بالنار لا ما نقدر نقول الأجانب كلهم بالنار لا لأن ربما الإنسان عمل عمل يقوم به الله عز وجل يؤجره عليه ويعامله عليه ويدخله الجنة عليه لأجل ذلك العمل إن الله لا يغفر أن يشرك به بالله عليكم هاي بتوبة أو بلا توبة بلا توبة ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا بلا توبة سياق الآية هكذا يقول مو إلا واحد يوقف ويقول يا رب توب علي لا لربما الإنسان مسوي لعمل صالح موقف صالح في زمن أنبياء بني إسرائيل في زمن نبي الله موسى التفتوا إلى هذا الشاهد أنا كثير الشواهد على المنبر مو قضية أريد أخلص المحاضرة قصص لا 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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلا العالمون الله عز وجل يقول هذه حتى العالم يتعقل من عدها يأخذ أحكام يستنبط شيء الإنسان العادي المؤمن العابد الزاغل يبني عليها مسيرته وشخصيته وأخلاقه ومبادئه وقيمه عائلة الله عز وجل خيرهم عن طريق نبيه موسى بعطاء بالله عليكم والتفتوا يرعاكم الله إن شاء الله خيرهم بعطاء وقالهم هذا العطاء عن طريق نبيه موسى تردون بال 15 سنة الأولى من حياتكم لل 15 سنة الثانية من حياتكم الرجل قال ليا موسى نريده بال 15 سنة الثانية من حياتنا المرة قامت قالت للا يا موسى الريده بال 15 سنة الأولى من حياتنا الرجال قال يا مرة ما أنا الآن أقدر أشتغل أقدر كدع لي وعليك بعد شمسنا إذا بلغنا الكبر ما أقدر أشتغل عاد الله عز وجل يؤجل لنا ذلك العطاء في تلك الفترة فترة الكبر والبلو قالت لما لك شغل اللي يرزقنا بهذا اليوم يرزقنا لا تحمل هم أمير المؤمنين يقول لا تحمل هم سنتك على همي يومك لا تقول بعد كم سنة أطلع تقاعد وين أروح لا تقول كم يوم إذا تزوج منه اللي يدبر ما عيشته ما عيشت زوجته أولادي لا تقول بعدك الله عز وجل لها مدبر اللي يرزقك بهذا اليوم يرزقك بهذا اليوم الذي تكفل بك في هذا الزمان والمكان يتكفل بك في ذلك الزمان والمكان وفعلاً الله عز وجل انطاهم العطاء على إنه الشرط خمس طع السنة الأولى ويخلاص أكو ناس الله من ينطيهم خير يحبون الخير لغيرهم وكو ناس ما ينطيهم اللهم وشنو قلت لها يا رجل إحنا الله منطينا خير وذا عطاء فايض ونعمة ليش ما نفتحن مظيف المساكين يأكلون والفقراء يأكلون والمسافرون يأكلون خير الله منطينا وزايد حتى بعد خمس طع السنة منطق يخلص العطاء ويصيبنا الفقر الناس تقول أرحموا عزيز قوم يؤجرون يعاملون كما كنا نعامل الناس الفقراء المساكين وفعلاً فتحوا مظيف صار الراح وجل يأكل ازدحم الناس عليهم فتحوا باب ثاني ازدحم الناس عليهم فتحوا باب ثالث ازدحم الناس عليهم فتحوا باب رابع خلصت الاخمس طعس سنة الأولى خلص العطاء لا صار يزداد ويضاعف ستعاش واسبع طعش واثمنطعش قال له لموسى الله عز وجل لا يخلف الله عز وجل يوم يعطي كلمة ينفذ تلك الكلمة يطبق تلك الكلمة ذلك الأمر الله عز وجل قال لنا خمس طعس سنة يعني خمس طعس سنة أشو الآن ثمنطعس سنة والخير يزداد ويضاعف موسى قال له يا رب هيتشو هيتش القضية قال له يا موسى آلية على نفسي إذا شكرني عبدي لا أحرمه من نعمتي التفتوا يرعاكم الله قال له يا موسى لقد فتحت لهم باب من رحمتي ففتحوا أربع أبواب من رحمتهم على عبادي ففتحت لهم أبواب رحمتي كلها صلى الله عليه وسلم القضية الله عز وجل قضية معطاة ارحموا من في الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ارحموا من في الأرض يرحمك ابدأوا بالرحمة لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم يا ناس الله عز وجل اليوم البعض يُعامل الله كما يُعامل الغريب يُعامل الله كما يُعامل العدو لا الله عز وجل أمير المؤمنين يقول يشفع ثم يشفع ثم يشفع حتى يمد لها إبليس من كثر ما الله عز وجل يشفع يوم القيامة للناس يشفع للعباد أسألكم سؤال إذا كان الله يحبنا ويقدرنا ويعظمنا إذن لماذا خلق النار إذن لماذا خلق جهنم إذن لماذا خلق العذاب لأن يوم القيامة الله عز وجل يعنطفد قائمة بأسماء للملائكة يقول لهم ذيعوا هذول الأسماء وخرجوهم طلعوهم عزلوهم على صفحة إن شاء الله أنتم ممنهم تبدأ الملائكة تنادي فلان 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 أخرجوا وطلعوا يبدأ الله يحاجيهم يقولهم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ننساكم ليش يا رب تنسانا شمسوا نحن يقولهم كما نسيتم لقاء يومك يا بشر عشت أيام في الدنيا ذكرت اليسوى والما يسوى وقدرت اليسوى والما يسوى واحترمت اليسوى والما يسوى وحسبت حساب لليسوى والما يسوى أنا ربكم اللي خلقتكم لا اعتبرتوني لا حسبتوا لا قدرتوني شاف البعض تقول له هذا ما يصير حرامي يقول لك والله عيب من فلان شاء الله مو عيب منه يا بل أتسوى هذه القضية قل لك شاء الله وقدر فلان شاء الله ما عنده قدر يمك إذن اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم والأشد من ذلك وما لكم من ناصرين رسول الله له حق الشفاء لكن ما خليه يشفع لكم لا يشفع إلا بإذنه الحسين له حق الشفاء لكن ما خليه يشفع لكم لا يشفع إلا بإذنه وحنا حقيقة ما عدنا غير أهل البيت وما أرسلناك إلا رحمة والحسين يا رحمة الله تقف الزهراء عليها السلام يوم القيامة عند باب الجنة فيقول الله لها أدخلي يا فاطمة تقول لا أدخل حتى يدخل من أحبني خذي بي أدخل من أحبك يا فاطمة فتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطائر الحب الجيد من الحب فإذا صاروا أحباب الزهراء أنتم أحباب الزهراء اسمعوا فإذا صاروا أحباب الزهراء عند باب الجنة يقول لهم الله ادخلوا يقولون لا يا رب لا ندخل حتى يدخل معنا من أحبنا على حب فاطمة وسقانا على حب فاطمة وأكرمنا على حب فاطمة وآوانا على حب فاطمة ورد عنا سوع على حب فاطمة فيقول لهم الله ادخلوا على محبة فاطمة بنت محمد وإحنا ما عدنا غير الحسين عليه السلام رحم الله ذلك الشاعر يقول لا تغمضوا عيني في السكرات وصي أهل يقولهم يوم اللي أموت لا تغمضون عيوني لا تغمضوا عيني في السكرات حتى الحسين أراه عندي آتي قل له سيدي لطالما لطمت الصدر عليك لطالما بكيت عليك لطالما حضرت مجالسك أبو علي أقسم صادقا الحسين كريم وأنتم كرماء الآن إذا أقدم لكم معروف بعد كم يوم إذا أحتاجكم ترجعون المعروف لو ما ترجعوا فكيف بأهل البيت وهم يعلمون الكرم مثل ما تبشع للحسين يجي يوم الحسين يبشع عليك مثل ما بشع على أصحابه يقول ذلك الغلام التركي من مثلي وقد وضع الحسين خده على خدي كما وضع خده على خدي ولديه علي الأكبر مثل ما تزور الحسين يجي يوم الحسين ويزورك بليلة الوحشة يزورك بقبرة طلع حلال يقول شفت الحسين وحيدا فريدة بالليل يتمشي يوم قدام خيمته فطلعت قلت هذول أبني أمي أهل غدر وخاف يغدرون بالحسين فطلعت أمشي وراء الحسين وأراقب الحسين خشية هجوم أحد من الأعداء على الحسين فأحس بي قال أهلال قلت في ذاك هلال نعم سيدي قال لي هلال إش طلعك بالليل قلت لأبا عبد الله اللي طلعك طلعني أنت بالليل طالح حتى تحامي عن بنات رسول الله حتى تحامي عن زينب وعن رقية وعن سكينة أو أنا طلعت بالليل أيضا كذلك قال لي جزاك الله خير يا هلال يا هلال أو ترى تلك الربوتين قلت بلى أبا عبد الله قال خذ بينهما وانجوا بنفسك قلت لي ليش يا أبا عبد الله قال يا هلال مو أنت عندك أولاد وعندك زوجة وعندك بنات حتى تعيش قلت له قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله أبا عبد الله دنيا بدونك ما تساوي شيء حياة بدونك ما تساوي شيء قل لي جزاك الله خير الجزاء يا هلال صرنا نمشي مررنا بخيمة زينب الحسين ويمر بخيمة زينب ما يسلم عليها فدخل إلى خيمة زينب سلم عليها ردت عليه السلام قالت له أبا عبد الله أخي حبيبي استخبرت أصحابك اختبرتم أبا عبد الله أخشى أن يتركوك عند الوثبة واستكاك الأسن أبو علن خائف منه قال بلى أخي لقد اختبرتهم ووجدتهم يستئنسون بالموت كاستئناس الطفل بمحالب أمه هلال سمع الكلام ضرب إيد على إيد قال زينب ما مطمئن وين راح راح إلى خيمة الأصحاب خيمة الأنصار وجدهم ما بين راكع وساجد ما بين قائم وقاعد حبيب قال ليا غلال أشوف وجهك متغير لونك متغير الصاير يا غلال قال ليا حبيب يا شيخ الأنصار أنا سمع الزينب تقول هي شو زينب ما مرتاح وما مطمئن وتخشى أن نخذل الحسين في يوم غاد قام حبيب طلع من خيمته صاح يا أبطال الصفاه يا فرسان الهيجاو هلمو غلمو تعالوا خل نسوي النهزوجة خل نسوي النهوسة قدام زينب حتى ترتاح وتطمين وتنام الليلة مرتاحة يا ناس صوت الليل مسموح فجاء فارس حاسر الرأس حاف القدم قمر العشيرة هذا حبيب الصاير على زينب قال ليا أبا الفضل يا قمر العشيرة لا سهرت أعينكم عودوا إلى خيمكم والله هذه سيوفنا لا نخمدها إلا في جماجم أعدائكم روح ارتاح باشر وراك مصيب الليلة شغل نحن الأنصار عاد قمر العشيرة إلى خيمته راح حبيب معجل من صحابة الحسين عليه السلام وين وصلوا إلى خيمة الحسين إلى خيمة زينب نادى حبيب السلام على مغبط الواح وبيت النبوة ومنزل الرسال زينب قال لت لا أبا عبد الله هذا صوت حبيب اش طلع بالليل رجل كبير يا دوب يضم حيل الباشر قالها زينب خويا حبيب الظاهر سمع صوتك وحبيب ما يرجح هو والأنصار إلا أنتم يقتت حاشيهم بعد قالت لأبا عبد الله توضع حاشيهم قالها بلى هؤلاء منا أهل البيت وين فاطمة وين زينب راحت يقولون راحت إلى صندوق أغراضها فأخرجت عباءة أمها فاطمة لبست عباية أمها وطلعت قالت السلام عليك يا عمي يا حبيب يا شيخ الأنصار يا حبيب دونك دونك فانصر الحسين يا حبيب والله لو تباوى على أطفال الحسين وعلى بنات الحسين يكسران قلبك يا عبيب لا تقصر بالحسين يقولون حبيب رمى عمامته على الأرض صار يأخذ التراب على رأسه وماذا يشي يقول يقول أنا من وحتى زينب يسلم علي أنا من يان وت سلم على أنت الناصر للحسين اليوم صوتك ريد صوت ناصر أنا من يان وت سلم على بنت المرتض حامل وم فاطمة الزغرة صوت اللي المسموح يقولون إجي فارس حاسر الرأس حاف القدمين خويش طلعش من خيمتيش يمن فدوى يروح أخوش اللي بد تقل لأنا خايفة لأتقول مدري وانا خايفة ينهتك شتري يا عباس يا صيوى زينب أنا موجود ثاني يوم الحسين عليه السلام يقولون حبيب كان يراقب الحسين أصحاب الحسين كلهم وجههم وأعينهم نواضرهم على الحسين خاف يصير بيشي يقولون فنظر الحسين بوجه حبيب وإذا بدموعه على لقيته من شاف الحسين يباوع اليدار بوجه الحسين قل لغا يا حبيب ذكرت أولادك ذكر الزوجتك يا حبيب ذكرت الأغلى والأوطان فبكيت قل لغا يا أبا عبد الله إنما أبكي على تلك المخدرة التي واخف بباب الخير ما تريد الحسين يسمع صوتها تأشر على الأنصار تقولهم لا تقصرون بنصرة الحسين أجركم الله بعدما قتل أصحاب الحسين عليهم السلام فداءا عن الحسين والقضاء وحق العلي غم دون الخيام ولا خلوا خواتع سين تنظر هذا الرمح بفادة تجن وغاذا صار لن الشاب رن وغاذا الخيل صدر رض رض وغاذا وذاك بالهند يموذر يقول الشيخ الدربندي الحسين يوم عاشور صار يخاطب الأصحاب بصوت رفيع يا حبيب يا زهر يا برد ما لي أدعوكم فلا تجيبون أناديكم فلا تلبون أني يا من أنتم ولا تسمعون أم حالات بيني وبينكم المنون ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يقول الشيخ الدربندي هذه نصر للحسين يقول الأجساس صارت تضطرب على ذكر بلاء يقول الشيخ الدربندي حتى إنه رواية قرأت أنا حتى إنه طفل الحسين يوم سمع عباه يلبي للنصر سقط من على مهده للا بخدم تكبو علي بخدم تكبو يا حسين الحسين وحيدا فريدة زينب شافة الحسين وحيدا لبيت الدعاء فريدة لا ناصر ولا معين صحة الله يعينك ما لك معين وقومك على الغبر مطر ألمني يا يين جتني كرب الأمني أنا مني نجيب المرتضى مني يا والد عن كرب ألغب توي بوايا 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 فريد هجم هجم وعلى حسين صحت يا نايا يسدلون درب المشرع مني أنا عضشان خي يا مسلم يا 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 والله عطش أنا خي يا والله مسلم يا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله إلهي أنت القائل وقولك الحق أبخيلنا فيبخلني عبدي حاشا لله أوليس الجود والكرم لي إلهي لا تحرمنا من مجالس الحسين لا تحرمنا من البكاء على الحسين وفقنا لنصرة الحسين يا الله من قال سبع مرات يا أرحم الراحمين قلت له لبيك يا عبد يا أصحاب حوائج مهمومين مرضى رفعوا أيديكم إلى السماء سبع مرات بصوت واحد يا أرحم الراحمة يا أرحمة يا أرحمة لحفظ بلدكم يا أرحمة سلامتكم يا أرحمة أصحاب حوائج مرضى يا أرحمة قبول الأعمال يا أرحمة يا أرحمة يا أرحم الراحمين يا الله اللهم عجل في فرجه ما منا صاحب الزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم لا تشتج جمعنا غاذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وحوائج مقضية لا سيما من سألنا لقضاء حاجة المرضى المنظورين ومن سألنا شافين بشفائك يا الله اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين بلدا آمنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء موتانا موتاكم جالسين السامعين المؤسسين الحاضرين من لم يزرهم زال يذكرهم ذاكر من زمن يا دم القيام يوم الدين بلغ الله هم الجميع الفاتح مع الصلوات وقسمتهم فرحتي الشاركوني بسمتي يبعد يلهم لما نشتهم عطر ديره عطر ديره أي روحي ميشتاقة وتحل وترسي عيون الحزين بيد شمعة قلب دمعة تواسبي تواسبي ما ألقى مثل هم وين ما أمشي لم يزرهم الشخص harbor هناك قبل يوم هناك قبل هناك قبل هناك قبل تسجيل هناك قبل فيeks هناك قبل